فيما الأمين العامل الأمم المتحدة بنكيمون يقول بأن السعودية لم تقدم أي دليل يجيز إخراجها من قائمة منتهك حقوق الأطفال يسعى العدوان إلى تقديم نفسه كضحية أمام المجتمع الدولي للهروب من اتهامات جديدة بارتكاب مجازر حرب في اليمن حالة الصخط المتنامية تجاه السعودية والتي برزت مؤخرا في عدد من الوسائل الإعلامية الغربية أثبتت كلمة عبدالله المعلم منذوب السعودية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن والتي حاول فيها إظهار السعودية وتكديمها كضحية وليس كجلات حيث أعلن المعلم خلال الجلسة المغلقة أن عدد الضحايا المدنيين من السعودية بلغوا 500 ضحية محللون سياسيون رأوا أن خطوة السعودية تهدف إلى تشتيت الانتباه للضغوط الدولية التي تمارسها بعض الدول والمنظمات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة بشأن الجرائم التي ارتكبتها السعودية في اليمن وانتهاكها لحقوق الإنسان وقتل الأطفال وقد برزت هذه الضغوط من خلال تصريحات ناطق تحالف العدوان أحمد عسيري والتي حاول من خلالها القول بأن السعودية ليست طرفا في الحرب وأن دورها لا يتعدى دور الوسيط في اليمن كما برز في هذا التصريح تكرار التأكيد على أن السعودية لم تقم بأي عمل عسكري في اليمن إلا بطلب رسمي مما أسمها الحكومة الشرعية وبالإضافة إلى ضغوط المنظمات الدولية تأتي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة للتأكيد على الموقف المتأزم الذي تواجهه السعودية اليوم أمام المجتمع الدولي حيث لم تخلو كلمة بانكيمون من التلويح بإعادة اسم تحالف العدوان بالقياة السعودية إلى قائمة منتهكي حقوق الإنسان وقتل الأطفال وذلك من خلال تأكيده على أن السعودية لم تقدم أي أدلة تجيز إخراجها من القائمة وإسقاط التهمة عنها ومع تطور الموقف الدولي لم تجد السعودية نفسها إلا وقد عادت إلى دائرة الاتهام من جديد ولإخراج نفسها من هذه الدائرة حاولت تقديم نفسها كضحية تتعرض لانتهاكات إنسانية تارة والتهديد المباشر لمنظمة الأمم المتحدة بقطع المساعدات المالية التي تقدمها للمنظمة تارة أخرى ثانياً إننا نؤمن بأن الأمم المتحدة يجب أن تتمكن من أداء دورها الإنساني الحيوي الفعال بعيداً عن الضغوط ودون أي محاولة للتأثير على قراراتها والمملكة العربية السعودية كانت وستظل دائماً سباقة إلى دعم الأمم المتحدة وأجهزتها ومنظماتها ولكننا نؤمن أيضاً بأن على الأمم المتحدة أن تمارس دورها بحيادية وموضوعية وشفافية